كلنا خدنا نفس عميق جداً واستبشرنا خير الحقيقة بمطشين ليبيا لأنه كانت الظروف صعبة وكان التوقيت اللي تولى فيه ميستر كيروش توقيت داق جداً على أنه يشتغل ويلحق يعني يصلح ما يمكن إصلاحه يلحق يرجع منتخب مصر لصدارة المجموعة وقد كان وقدمنا عرضين يعني سيبك من عرض القاهرة يمكن عرض ليبيا أكتر اللي لعبنا بره على أرضنا اللي طم من الجماهير وحسينا أنه إحنا ماشيين عن تراك زي ما بيقوله لكن أعتقد أنه كل الناس تفق معي جي مطش أنجولا ومن بعده مطش الجامون النهاردة كانوا مصدر قلق بالنسبة للناس مرة تانية الناس قالت ليه يعني ليه حصل دا على الرغم أن الموقف والظروف اللي إحنا لعبنا فيهم المطشين دول أفضل بكتير جداً من مطشين ليبيا سواء فيما يتعلق بالاختيارات كان في حالة جدل أو فيما يتعلق بالمستوى أو فيما يتعلق بالنتائج هيكون بالتأكيد أصعب أصعب من كل المشوار اللي أتعناها مع المنتخب سواء في تصفيات أمم أفريقيا سواء في تصفيات كاس العالم وحتى اللحظة حتى اللحظة من فترة بعيدة جداً ما شفناش منتخب مصر في مواجهة من العير التقيل وده اللي يمكن مقلق المصريين شوية خلينا نتكلم على تقييم سريع للفترة أو للمرحلة الأولى لمسر كالوس كيروش وإزاي نشوف أو نقرأ أو نحضر لللي جاي سواء في كاس عرب كاس أهم أفريقيا ومن بعدها طبعاً البيافس أو المواجهات المباشرة اللي هتجمع بين مصر وواحد من التسعة الكبار في أفريقيا في المحطة الأخيرة لتصفيات كاس العالم بشرفنا المحل فني شريف سالم بنسعد بي دايماً في السادسة بس أخير يا شريف سينا النور بسطت النهاردة؟ لا ما بسطتش يعني زي أغلب الناس خلينا أقرأ معاك الأول قبل ما أدخل في مطش الجابون النهاردة خلينا أقرأ معاك المرحلة الأولى أنا هسمي الأربع مطشات دول ليبي رايح جاي وأنجولا والجابون المرحلة الأولى لمستر كارلوس كيروش أهم الإجابيات اللي شفتها ولحظتها أو رصدتها يعني في تولي رجل للمسؤولية وأهم السلبيات اللي شاف أنه على الرجل أنه يتعامل معها بالنسبة لي أهم الإجابيات هنحط قدنا على فكرة أنه بقى فيه لعيبة جيدة في المنتخب كناش شفناها قبل كده زي عمر مرموش فيه لعيبة بتدخل المنتخب فيه لعيبة نجوم بتستبعد طبعاً اللعيبة للنجوم بتستبعد بغض النظر أي الأسباب بس بكرة أنك تستبعد نجوم دي بتبقى شوية بتدي ثقة للمدرب أنه هو حاس أن أنا أنا قدر أستبعد أي حد وأكسب بأي حد ده الجزء اللي يخص الفترة الأولى طب وبعدين احنا اتنقلنا من مرحلة أنه نحنا بنستبعد النجوم طب أنت اتكلمت على أنت اختزلت الإجابيات في الاختيارات بس سواء اختيار أسماء أو استبعد أسماء لكن ما شفتش للراجل في الملعب بصمة أو حاجة تقول أنه الراجل شغال وهيطلع عماش في الآخر احنا بعد ماتش ليبيا تقابلنا هنا وقلنا أن كابتن حسام البدري ماشي مش عشان النتائج هو ماشي عشان الأداء مظبوط وبعدين لعبنا ماتش ليبيا الأول كان وحش ما عملناش أداء كويس مش أحسن حاجة بعدين ماتش ليبيا الثاني كان فيه مشكلة بسيطة في التاكتكس بس نتيجة المباراة غطت على الكلام ده وغطت على حاجات تانية كتير الفترة اللي بعدها دخلنا في ماتش أنجولا الأداء ما كانش أحسن حاجة مش هقول ماتش كان وان سايد جيم هو ما كانش وان سايد جيم نفسه الأولاني كان وان سايد جيم الشروط الأول وان سايد جيم الشروط الثاني المنتخب بدأ يدخل في المباراة تدريجيا وانتهت المباراة بالتعادل بعدين المنتخب كان متأخر 2-0 الناس لما تلت تكلمت ما انتقضتش الأداء بس علقت على إيجابية أن أنا كنت متأخر بهدفين وقدر تارجع بس الناس ما تكلمتش لا في التاكتكس في المشكلة ولا في حلول المشكلة بعدها رجعنا تاني لعبنا ماتش الجابون الناس كلها كانت مستنية أنه خلاص أنت ريلاكست جدا أنت ما عندكش مشكلة أنت خلاص سعط بشكل رسمي تقدر أن أنت تحط حاجة واضحة في الملعب نقدر أن نتفرج عليها ونلقى لا فيه شغلة هو وبيحصل في الملعب قدامنا بس للأسف هو اللي احنا شفناه على مدار المباراة يعني أنا النهاردة كنت قدام الماتش بحاول أن أفهم هو المنتخب بيلعب 4-3-3 أو 4-2-3-1 مالذي كان يقوم بأفشة أنا مش عارف يعني أوقات أنا كنت بشوف الفورميشن قدامي 4-2-3-1 واضحة في الملعب الثلاثة على خط واحد وقدامهم مروان وتحتهم اثنين السلية وحمدي وأوقات كنت بلاقي ثلاثة فلات السلية وحمدي ومعاهم أفشة وقدامهم ثلاثة أنا لم أرى هذا لم أرى حتى أنه الوينج يلعب هو مهاجم مثل في النادي الأهلي مثلاً ثلاثة ثلاثة شريف كان يلعب جناح لفترات ولكن هما الثلاثة بالنسبة لي مهاجم صدوق أحمد ياسر ريان ومراوان حمدي ومحمد شريف وخصوصاً محمد شريف المسلم اللي فات كله بيلعب راس حربة صريحة بيلعب راس حربة ولو أنت بتعتمد على أن اللاعب ده مارس المكان ده فهو كان يلعب جناح شمال فهو يلعب جناح يمين النهاردة دي كانت غريبة جداً نفس الكلام بالنسبة لأحمد ياسر ريان لعيب بروفايل صندوق طول بعرض بكوة بدنية واضح يعني البروفايل واضح بيلعب ازاي وطريقة لعبه وانت اختارت اثنين شبه بعض بالزبط كان ممكن يعني لو أنت عايز الاثنين ياخدوا تقيق لعب خمسة واربعين وخمسة واربعين ولعب بمصطفى فاتح لعيب جناح لكن انا ما عملتش حاجة خالص طيب معك في الاختيارات شوية في الطريقة اللي بيختار بيها الراجل الأفضل ان الراجل مش شايف ومش عارف الناس دي بتلعب فين ومراكزها ايه وتقلقت واجدت فين تحديداً بيجي شوفهم في تجمع المنتخب فبيقولك والله امكانيات اللعب اللي انا شايفه ده تسمحلي ان انا اوظفه في المكان ده رؤية واحد تجاه يعني الناحية التانية انه الجهاز المعاون يقول له والله يا كابتن كارلوس احنا عندنا في المركز ده واحد اتنين تلاتة والمركز ده واحد اتنين تلاتة والمركز ده واحد اتنين تلاتة وحيك تختار حسب الطريقة اللي انت عايز تلعب بيها عظيم ايه الافضل بالنسبة للمنتخب مصر طب خلينا نشوف الموضوع من رؤية تانية انت اختيارتك ايه رؤية تلتة بقى اختيارتك ايه محترفي اهلي وزمالك الاهلي بيلعب تلاتة الرابعة تلاتة أم ال ours máquina تلاتة واحد المنتخب تلاتة تلاتة فوضع مختلف فانت الناس اللي بتجيبها يعني انت جيبت اختيار الم tasty بيلعب مهاجم من ناحية او الحلق اعلى وغير فانت جبت الرجل ده في الحتتة دي فكان اولى اننا لو هلعب و 4-3-3 كنت لعبه هو ما كان أحمد ياسر ريان ده لو أنا هلعب كده لو أنا هلعب 4-2-3-1 فأنا كان أولى أن أحافظ على لعيب زي حسين الشحات أو زي زيزو في المنتخب عشان يلعب جناح ده أنا ملا حفظت على ده ولا حفظت على ده ولعبت 4-3-3 مع احترامي طبعاً لماستر كيروش يعني هي مجهولة الهوية نرجع نتفرج على المرشي تاني بالراح أنت لشايف 4-2-3-1 ولا شايف 4-3-3 لا شايف محمد مجدي أفشا بيقدي أدوار 8 ولا بيقدي أدوار 10 فهي القصة فيها أعتقد كيوس شوية أقول لحضراتكم بس أنه في الوقت اللي احنا فيه مع حضراتكم دلوقتي في مطشين مهمين جداً في مرحلة الحسم في تصفيات كاس العالم جزائر بتلعب مع زنبيا جزائر بتلعب مع بوركينا فاسو والاثنين بيتنفسوا على بطاقة واحدة والمطش بتلعب في الجزائر والنتيجة واحد واحد وفي نفس الوقت برضو مباراة فاصلة جداً بين نيجيريا والرأس الأخدر والاثنين بينفسوا على نفس البطاقة ومازالت النتيجة واحد واحد والمباراة برضو بتلعب في نيجيريا لسه تونس طبعاً المجموعة بتاعتها لما تحسمتش تونس هتلعب مع زنبيا وبينفسها على التأهل غينيا الاستوائية ومطش تونس هتلعب الساعة 9 بس قلت برضو أقول للنس آخر التطورات إيه عشان أنا هاجي لك يعني عايز أعرف برضو رأيك للمنتخبات الأفريقية بس خلينا بس نكمل منتخب مصر طيب أنا النهاردة لو جيت أسألك مساحة حرية الراجل في الابتكار وفي الارتجال في ظل المنافسات اللي احنا داخلين عليها كاس عرب كاس أوم أفريقيا ومن بعدها للمطش المرحلة أخيرة في كاس العالم قد إيه مفترض يعني تكون قد إيه يسيب الراجل يجرب راحته نديله الحرية كاملة فيها لاختيارات ويتحمل مسؤوليتها برضو بشكل كامل ولا على اتحاد الكورة على الجهاز الفني إنه يتدخل طيب هو إحنا اللي نتحمل مسؤوليتها لا لا لننفع نستنى رأيك لما نلبس في الحيطة يعني إحنا اللي نتحمل المسؤولية مش مستر كريوش هو الراجل جايب مهمة ولو ما أداش المهمة هيمشي وهيروح مكان تاني وهيشتغل إحنا اللي هنعاني بعد كده لأن إحنا عندنا منتخب دلوقتي معدل أعمار في 27-28 سنة فمعدل أعمار ده خلاص ده البيك بتاعه فلو ما وصلش كاس عالم ولو ما كسبش أفريقيا لما هنيجي نوصل للقواليفيكيشنز اللي بعد كده هنلاقي إن الأعمار وصل للتلاتين سنة وواحد وتلاتين سنة واللي عنده اللي زي عمر السلية وزي اللاعبة الكبيرة في المنتخب دلوقتي اللي فوق سنة 30 بسنة أو 2 بقى 34-35 سنة وأغرب اللاعبة دي لو ما وصلتش كاس عالم اللي جاي ده ما أعتقدش أن هايب عنده فرصة تلعب ساعتها هنعمل ليه بقى ساعتها هنقف ونطلع في الميديا ونقول إن إحنا لازم نصعد المنتخب الأوليمبي ونبدأ نبني منتخب فلا هو إحنا معنا منتخب كويس فهو قصة أنت بتجرب ليه هذا سؤال مهم أنت ليه بتجرب هل أنت ما عندكش 24 لاعب كويسين أكيد عندك يعني اللي 24 لاعب كويسين موجودين أنت ليه بتجرب جديد أنت لو عايز تشوف جديد ففيه موشرة الدوري بتتلعب شوف لو أنت عايز تتفرج على أي حد وضيامك تقدر تروح للأستاد تشوفه 90 دقيقة أنا لو نزلت يعني وانت بكامع اختيارات أنا نزلت الشارع النهاردة وسألت في القاهرة وفي الجيزة وفي اسكدرية وفي اسماعيلية وفي كل حتة قولي 33 اسم وفي منتخب مصر الناس كلها هتتفع على 95% من تشكيل منتخب أو من قوامل منتخب يعني إيه الفايدة من التجربة ما هو أنا لازم لما هجرب وبعدين أنا دي برضو نقطة مهمة أنا وصلت مكان يعني مستر كيروش لما كان مع إيران كان بيلعب 4-3-3 4-2-3-1 لما كان بتبقى عنده وماشة تلعب 4-2-3-1 لعبها لما كان عنده وماشة تلعب 4-3-3 لعبها بعد كده فترة كولومبيا هو راح لأى الناس كلها بتلعب 4-3-3 لعب 4-3-3 ما غيرش فأنت وصلت أنت عندك اثنين مدربين هما اللي بيحددوا لك اختياراتك كارتيرون وموسيماني موسيماني بيلعب 3-4-3 رجل اللقى عنده مشاكل فنية دفاعية فقال أنا هعدل فعدل كارتيرون بيلعب 4-2-3-1 وما بيغيرش فأنا ليه أروح لطريقة ثالثة ما هو أنه لما هجيب اللاعب ده الأولى أنه فيه إنيستركشن أصلي فيه بيزيكس جو باكتو ده بيزيكس فيه بيزيكس دلوقتي اللي هي إيه 4-2-3-1 أو 3-4-3 اللاعب اللي هتجيلك بتعرف تلعب ده فأنت كل الخططة الهجومية والدفاعية اللي أنت هتحطها على الطريقة دي هتمشي معاك كويس أنت على الناحية لو مسكت المنتخب هلعب بطريقة 3-2-4-1 بس بس كوني المنتخب هنجرف جديد لأن نحط طريقك دي ده هنجرف في المنتخب والله في مدرسة تقول لك أنا أعمل الطريقة بناء على إمكانيات أحسن لعيبة عندي أحسن لعيبة عندي جاي منين هو الموضوع بسيط أهلي وزمالك ومعهم المحترفين المحترف كل المحترفين اللي جايين من المنتخب مصر كل فرقهم بتلعب 4-3-3 كل المحترفين المحترف اللي هيجي بلعب كل حاجة أنه هو خلاص المكان اللي بيأكسلريت عليه في أوروبا غير في أفريقيا فده خلاص ده أنت هتقدر تعمل فيه اللي أنت عايزه أنت من وجهة نظرك الرجل قرأ ومشت المنتخب ولا لسه شوية هنخش في مراحل التجربة والتبديل والتوافق تاني يعني فكرة أننا المقشاط اللي جاي اللي هنعبتنا أول حاجة عندنا هتكون كاس العرب هننزل برضو نجرب فيها لعيبة بس هو الرجل تلعب تصريح مهم قال أنا في كاس العرب هأخذ لعيبة جديدة هو قال كده فاللعبة جديدة هتعمل إيه ما هو ده يعني هتلعب وبعدين يعني هو ما يخذ لعيبة جديدة هايشتغل إمتى مع إحنا أكتر حاجة واخدينها على المنتخب أو يعني ناس ألقان منع في المنتخب هي فكرة أنه شخصية منتخب مصر المنتخب ملوش شكل المنتخب ملوش كل المباراة بنلعب احنا ونصدنا أو كل المباراة احنا وظروفنا فهي مصدي هيا شريك ما هو لكن أنت مثلا آخر مرحلة كان المنتخب مصري متواهك فيها هي الأيام كابتن حسن شخصية هو كارلوس كيروش كان منوط بين هو يعمل ده يعني أنت لما جروح تجيب لي لعيبة جديدة في طول كاس العرب نقطة من أول السطر ها دار التصريح بتاعه بعد يعني التصريح بتاعه موجود صوت وصورة بعد ماتش أنجولا الرجل قال كده قال أنا هجرب في طولة العرب لعيبة جديدة ها دي مساحة جديدة لعيبة جديدة تدخل المنتخب هيا الفكرة كلها أنه أنت مصر للأسف بتعاني في مركز تمانية واضح المعاناة واضح أنت مسلمين في نادي الأهلي مش قادر بتراح عمر الصلاة منتخب مصر الأولمبي ملعبش بلعيب تمانية بلعب بطريقة مختلفة شوية عشان ما يدخلش في قصة لعيب تمانية مباراة الأهلي والزمالك أثبتت أن إمام عشور مش هيقدر يقدر يقدي المركز ده لأنه مش مولود فيه مش مش حتيته يعني اللعب لما بيتولد في مركز خلاص يعيشه لحياته يلعب إمام عشور كان جناح شمال فبرضو ما أثبتش نجاح حتى النهاردة ما أثبتش نجاح مع المنتخب لما نزل المكان فأنت عندك مشكلة في الحتة دي تلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد عشان يبقى عندك ثمانية ولا تلعب أربعة ثلاثة واحد عشان يبقى عندك ثمانيتين وهي أنت القفين القماشة ما هو أنت القماشة أنت شفتها بعينك وأكيد الناس تتلميت معاك وأكيد المدرب اللي ماشي كابتن حصان بدري أكيد سيب تقارير أنت المفروض لما هتقرى التقارير دي هتعرف الرجل كان بيعاني من إيه ومشكلته فين وإيه اللعيب المهم أنت استبعدت محمد مجد يافش أول مرة يعني الميديا كلها تتكلم وإحنا مش بنذكر أسماء إحنا بنتكلم عشان منتخب مصر عبدالله سعيد الميديا كلها تكلمت عنه هو فين عبدالله سعيد في الملعب الرجل يستبعد من المنتخب أو ما استبعدش هو خرج للإصابة أه لكن خرج من المنتخب النهاردة حتى مراكز صناعة اللعب في المنتخب كان شكلها أفضل شوية لازم يبقى فيه مش مشينا ماشيين كده يعني مش اللي هو أنا عجبني ده فهأغدو لا هو لازم يكون عشان كده إحنا لما كنا هنا بنتكلم على أفشة مش المفروض أن إحنا نجبر حد على حاجة بس طلع قول يا جماعة الكريتيريا بتاعتي في اختيار اللعبين واحد اتنين ثلاثة عشان لما تختار فلان وتستبعد فلان يبقى عارفين ليه يعني إيه الهدف من تغيرة محمود علاء يعني لأنت بتدي لعيب وقت دقيق لعب ولا أنت ما بتدلوش دقيق لعب ماتشي أنجولا بينزل آخر دقيقة الحكم بيصفر من غير ملمس الكورة النهاردة بينزل آخر دقيقة الحكم بيصفر من طب يستخدم التغيير يعني إذا أنت كان هدفك في حاجات للأسف عكس بعض لو أنت هدفك فعلا أن أنت تطلع تقول يا جماعة والله أنا بخدمكم أن أنا بطلع لكم اللعبة الجديدة للمنتخب محمود علاء مش جديد الرجل دولي بقاله سنين طب إيه الهدف أن ياخد دقيقة طب التغييرة دي هل أنا ما عنديش ولا لعب على الدكة عايز أدد له داي لعب فهروح أجيب لعب زي محمود علاء أدد له ديئة الديئة دي طب يعني محمود علاء النهاردة نزل أنا للأسف يعني هذا كان موقف غريب جدا الراجل مش ملمسهاش لهو نزل الحكم صفر بس اللي أغرب من كده إن الرجل واقف بيديله تعليمات على الخط يعني طب هيروح يعني اللي أنت بتقولوله هيقدمه فين ما هو الديئة تلات داية وقت ضايع ومحمود علاء بينزل بالزبط بالزبط في الدقيقة 92-58 سنة بقى سنيتين يعني أول ما حطت الرجل والتانية كانت ديها بقى 93 أنت بتدله تعليمات طب هيعمل اي يعني هو دي سؤال مهم أنت كنت مع قرار مدير فني أجنبي يا شريف أنا مع قرار أي مدير فني هيجي يقدم حاجة مدير فني يكون عنده كارير كويس كلوش عنده كارير كويس بس أنا بجيبه هو كارير واحده يكفي للنجاح لا طبعاً الكارير واحده ما يكفيش للنجاح لازم أنا أرجع للهيستوري بتاع الراجل أبص الكريتيريا اللي تبانى عليها كيروش أن الراجل دا صعد مع فرق الكاس العالم فهو جاي سعى عظم هو عارف الطبخة فجاي سعى عظم لكن هي الحزبة ما كانتش حزبة فنية احنا ما جبناش لأن كيروش كيروش الفيفوريت بتاعه 4-3-3 احنا في مصر ما بنعرفش نلعبها بمنتهى الأمانة زائد أن مصر زائد ما اتفقنا فيها مشكلة في لعيب مركز 8 فلعيب مركز 8 أنا أصلاً بلعب بواحد وعندي مشكلة فلعب باثنين فبقى عندي مشكلة يعني إيه اللي مفروض يحصل من وجهة نظرك من هنا لغاية لما نلعب المواجهة الفاصلة مع X Y Z مش عارفين لسه ممكن يبقى مين أعتقد لازم التحدي الكرة يتدخل يعني المدير الفن للتحدي الكرة يقعد مع الراجل يقول له أنت لعبت أربع ماتشوت وماتشي ودي يعني خمس ماتشوت احنا الخمس ماتشوت دل ما شفناش حاجة يعني قلنا أول ماتشي تمام ماتشي بعد كده ودي مش مشكلة ماتشي بعد كده رسمي مش مشكلة انت النهاردة بتلعب ريلاكست جدا فكان لازم تقدم اللي يخليني أنا أطلع في التلفزيون وقول راجل ده مدرب كبير لا هو ده ما حصلش احنا مش بنقول انه مش مدرب كبير يعني بس بنقول انه ما حصلش هو اسما وتاريخا وسيفيها يعني ورصيدا اسم طبعا محترم جدا بس هو المدرسة دي مش مدرساتنا مش مدرساتنا يعني لحد دلوقتي اثبتت انه مش مدرساتنا عايس ألك على أفريقي أخبارها ايه وعلى تسع الكبار المفترض انهم يتلعوا مع منتخب مصر في ست منتخبات تأهالوا في انتظار اربعة تانين خلينا يخد رأيك في المنتخبات وفي المواجهات تفرق معنا ما تفرقش معنا من حظنا يقع عمين ولو ان المنتخب الكبير اللي عايز يروح كاسعالم ده مبدأ احنا امتفين عليه ما يهموش هيقع في مواجهة مين خلينا نتكلم اكتر مع ضيفنا شريف سلم في السادسة بس بعد الفاصل عشان كنت بقول لحضراتكم موضوع التصنيف والخمسة الكبار او خمسة تصنيف اول وخمسة تصنيف تاني والقصة لا تحسبش كده كنت بدا بدش مع شريف في الفاصل لكم ان تتخيلوا منتخب زي مالي على حسب ما شريف بيقول لي عامل مشوار يعني دول المجموعات ولا اروع منتخب ما اتعدلش غير مباراة واحدة 16 نقطة من 18 نقطة كسب خمس مطشات وتعدل المباراة وما دخلتش مرمى ولا هدف دي مالي انا ما كانتش لسه على سنغال ولا على الجزائر وعلى على تونس ولا المغرب ولا غانا ولا حد من العتاولة الكبر بس احنا قدها ان شاء الله بإذن الله وان شاء الله بإذن الله مع الوقت يعني مستر كيروش كده يدخل ويفهم ويقرأ الدنيا ونبقى أفضل مع الناس والحسابات اللي بتقول يا ريت ما نوع شفوش الجزائر السنغال شمل أفريقي عموما يعني ولا شايف ان المواجهة اي ان كانت هتكون صعبة يا شريف هو كله صعب كله صعب كله صعب كله صعب كله كورة منتخب مصر مع برادلي حقق 18 بنت في المجموعات وخسر من غنس التواحد في الزهد ليه بتفكرنا بال يا سبت من كل المشاور طب هات ليبيريا مثلا أنا واحد صف هات توليس لا اللي أنا أقصده يعني ملقيتش مواطش غانا تضرب بي مثل أنا مش بدرب المثل بمواطش غانا أنا بدرب المثل بالـ 18 بنت في دور المجموعات برادلي كان عن المنتخب قوي جدا كلنا كنا متفائلين جدا بالمنتخب حقيقي كان منتخب قوي لكن حصلت شوية مشاكل فنية خصوصا في مواطش غانا وفرقة اللي حققت 18 بنت في دور المجموعات للأسف ما وصلتش لكسر عالم غانا فريق كوي جدا محقق 16 بنت تعريبا ما تسجلش في مرموة ولا هدف منتخب بيرعب كرة صعبة جدا فيه تنوع تكتيكي مش طبيعي مع منتخب مالي بيسجل من كل حاجة بيسجل من ربات ثابتة ويسجل من تصويبات مالي يعني كل حاجة في الكرة منتخب مالي بيعملها منتخب الجزار بيكسب بأرقام كبيرة أعتقد لما تخلني الزاكرة مسجلين تقريبا حاجة بعشرين هدف واحد بعشرين هدف أو حاجة كده يعني منتخب الجزار رقم كبير ماتش كسب سبعة وماتش كسب أربعة فمنتخب هجميا قوي جدا بس مش معنى كأنه هو يكسب منتخب سبعة بس هي الفكرة ومش معنى كده أنه هيتأهل هو لسه متعادل لأ بسه ممكن تعمل مفاجأة دوقتي أتمنى وصول الأربع يعني 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 أو تسألني أتمنى وصوله مصر وراها التلاتة الأشقاء يعني المغرب تونس الجزائر يعني بقاش فيه صدام عربي عربي أتمنى أتمنى ولازم هيكون فيه لازم هيكون فيه لازم هيكون فيه لا بس هم التلاتة تصنيف أول حتى لو مصر وقعت تصنيف تاني ممكن مصر تيجي مثلا في مواجهة نيجيريا أنا ما أرى أن مواجهة نيجيريا أفضل هي أقل الفرق على مستوى الشغل في الملعب وفي الأخير نحن نقيم شغل نرى شغل في الملعب نقول فيه شغل يقلق أو فيه شغل ماقلقش تعافل فيه يحصل إيه لو الراسل أخدر تلت أهل على حساب نيجيريا نبقى هنا تصنيف أول فأنت تبقى تصنيف أول تروح ملاعب مثلا الراسل أخدر أو كونغو الديمقراطية ملاعب هيكتور كوبر مثلا فتبقى الدنيا فتبقى خلاص تبقى الدنيا قريبة يعني تعمل ديل سبينس بقى الدبل تويست إيه يعني ده اللي من اتمنهوش يعني أنك بنت تخرج على دول لكن أنا شايف أنه منتخب مصر يقدر في جميع الأحوال والله بتكلمة جد مع أي واحد من التسعة لو يعني أنا إمكانيات اللعيبة ما عنديش شك فيها وشايف أنه جيل ده وصل لمرحلة من الخبرة والنضج كلهم لعبة كرة كواسية يعني أنا شايف أنه مشتوى الاحتكاك أنت بتتكلم على أي وطلاف دار الإنجليزي بس الانسجام بينهم مش موجود الروح بتاعت المتخب ودي أكتر حاجة قلقاني عارف الروح دي اللعيبة اللي بتنزل تاكل النجيلة ما يبحثهاش مش وصلاني بصراحة في نقطة مش فنية ومش تاكتيكية لازم نحط عليها هايلايت مبارات الأهلي وزمانك الأخيرة لو لاحظنا دي أكتر مبارات تكلم فيها محمد مكدي أفشا تكلم في كل كرة بيتكلم مع كل اللعيبة شوف أنه دي أهلي هو خارج من تحت كل اللعيبة بيتشاور لبعض الفكرة أنه أنا كلاعب كرة قدم أنا عارف أنا بعمل يعني أنا في الملعب واضح قدامي أنا اشتغلت حاجة فنزل تطبقها منتخب مصر أنت مش حاسس بالروح أنت مش حاسس بأي حاجة مش حاجة بتطبق مفيش يعني مفيش مفيش حاجة أنت بتشوفها بتتكرر أكتر من مرة فيش نمط مفيش نمط إحنا حتى يعني لما كنا بنتكلم قبل كده طيب هل أنا هينفع الأداء يا ميل إلا الارتجال أكتر منه حاجة منظمة أو متذكرى أو الناس حافظها ونزلت طباقها في الملعب وما فيش بقى أي فرق بين مستر كيروش وكابتن حسان البدري يعني الهجمة اللي كانت على كابتن حسان البدري على الميديا فإن الرجل يمشي قلنا هنا قلنا إنه لازم نعامل كيروش نفس مع عملت كابتن حسان البدري مش عشان إحنا لا ندفع على كابتن حسان ولا ندفع عن كيروش أو نهاجم كيروش إحنا ندفع عن الكريتيريا إن أنت ما شفت الرجل ده عشان ما فيش أداء منتخب حسان البدري الكابتن حسان البدري منتخبه لما إحنا ندور أنا حقيقي وده كلام يعني أنا متأكد منه مية في المية ما فيش هجمتين عملهم منتخب مصر شوها بعض في الأربع مباريات مع مستر كيروش ما فيش هجمتين شوها بعض فكده ما فيش خطة هجمية طيب النهاردة نفس الكورة اللي إحنا كنا هنتكلم عليها بس ما تكلمناش دايما الكورنر اللي بتلايب على منتخب مصر لازم يعدي الناس كلها يوصل للرجل إلى الناحية التالية يتسجل منها ثلاث أهداف منتخب مصر النهاردة حصلت بس يشالها من على خط المرمى أحمد حجازي النهاردة الشوط الأول الجابون كانت أخطر بكتير جدا من منتخب يعني فلة الجابون كانت بتمسل خطورة على منتخب مصر كل حاجة دفاعية لعبين كورة مستحوذين انتشار كويس قوي مهارات الكورة كلها مروغة اختراق تسليم وتسلم تسويب على المرمى كرصات عرضية يعني تحس ان منتخب الجابون جاي بيلعب على انه يتصدر المجموعة مش جاي لعب مباراة تحصيل حاصر كل حاجة بتحصل في منتخب مصر في كل الماتشار تحت كعبت الحسن البدري حصلت في كل الماتشار تحت مستر كيروش فيش اي فرق في منتخب الأمانة هو ما فيش اي فرق بين المنتخبين ببساطة غير ان مستر كيروش بيعمل تبديل وتوافيق يعني انا هاجرب اربعة اثنين ثلاثة واحد واجرب اربعة اثنين ثلاثة ثلاثة ومشي بأفشة ورجع أفشة وهو ده بس اللي حصل ده التغيير الوحيد ان بقى فيه حالة حركة في المكان بس هل في حاجة في الملعب مختلفة لا هو هو نفس المنتخب رأيك في الوجوه جديد اللي زهرت مع المنتخب المصري انا لازلت عن دكتناعي انه منتخب مصري مش هينفع حجاز يلعب جمي الوينش المساحة اللي كانت وراء الوينش بينه بين محمد حمدي النهاردة مساحة يعني كانت مش طبعية ضيف على كمان الكلام ده المساحة بقى اللي بتبقى بين الوينش وفتوح اللي كانت موجودة في مواتش الاهلي والزمالك واللي كانت موجودة في مواتشات المنتخب واللي هتفضل موجودة الوينش هو واحد من افضل اللعيب المدافعين اللي موجودين جوا الدور المصري بس نقطة من اول السطر مش هينفع حجازي الرجل ده كل ما بيلعب لابت سنتر باك عشان يبقى كويس بتلعب حجازي راية سنتر باك وليفت سنتر باك يعني بتبدل بتطلع الوينش بتنزل محمود علاء فيلعب راية سنتر باك وتجيب حجازي لفت سنتر باك لا هو لازم بجد يكون في منتخب لازم يكون في 11 ال11 دول انا مش اخرج منهم حد غير لو عنده مشكلة عشان يبقى عندي 11 ويبقى عندي شغل انت كاميستر كيروش اخر نقطة انت كاميستر كيروش او كأي مدرب انت بتحتاج حاجتين وقت وصبر ليه؟ الوقت عشان هتجيب اللعيبة تعلمهم الخطط الهجومية والدفاعية وتطبيقها على الطريقة اللي بتلعب بها وصبر انت كان عندك الوقت وعندك كل الصبر ما حدش في الميديا واصلا انتقد مستر كيروش لحد دلوقتي لحد اللحظة اللي احنا فيها ما حدش انتقده فانت اخدت الصبر والوقت انا بعد خمس ماتشوت انا مش شايف اي حاجة انا شايف منتخب كابتن حسان البادري بمنطعة الامانة ممكن المشكلة في القماشة يعني قماشت ايه انا مش افتار عبدال قماشت المنتخب قماشت اللعيبة قدرات لعبتنا حد ممكن يقول ده انا بطرح بس كل وجهات النظر او التصورات يعني على لسان مدير الفني بمما كان انت بتقول انه منتخب حسان البادري هو اللي انا شايفه نفسه منتخب كيروش ما شفتش اختلاف حد ممكن يقول لك يبقى المشكلة مشكلة مدير فني مشكلة انه هي دي امكانيات اللعيب اللعيبة دي بطل افريكي اللعيبة دي انا جبتها من الاهل والزمالك الاهل والزمالك لعبوا نهاية افريكي 2020 الاهل يوصل نهاية افريكي 2021 الزمالك بطل الدوري 2021 انا مش جايب لعيبة ما عندهاش اداء ثابت انا جايب اتنين لعيبة انا سوري جايب لعيبة من فرقتين هما فرق كبيرة غير المحترفين مين ظهر من وجهة نظرك من اللعيبة الجديدة لانضمت للمنتخب مع مستر كارلوس كيروش ويستحق انه ياخد فرصة ويستمر من النهاردة لا مش نازم النهاردة يعني ورج القدم كذا مرموش مرموش طبعا هو بالنسبة لي اهم لعيبة قدم المرحلة اللي فاتت طيب احنا سألنا الناس النهاردة يعني مين كان افضل لعب في مطش المنتخب مع الجابون تعالى نشوف الناس اخترت مين واسمع رأيك برضو تاكي مختار محمد مجدي افشا حسين محمد طبعا بيقلش مختار محمود علاء اسراء اسراج مختار ولدنا افشا افشا النهاردة رعب مباراة كويسة جدا محمود حسني مختار افشا والهدف الثاني كان ليه بصمة كبيرة احنا طبعا التلات اهداف النهاردة يعني سيبك من البانلتي التي تحسب لنا بتا احمد ياسر ريان البانلتي سالين جدا والتسجيل افشا لكن الجنين سواء بتوع الجابون او بتاع منتخب مصر يعني قمة الكوميدي الهدف الثاني ليه بصمة كبيرة عليكم للتوفيق لمنتخب الوطني ونوصل كاس العالم ان شاء الله باذن الله نروح لمجدي يريد حك تتكلم فانية ع طريقة لعب كيروش مش بيلعب حد في مكانه الطبيعي والله ده لحم القوله كويس انشنا من يصف مكانه مكهاليس مرمى حلوة مجدي ملعوبة طيب نروح لعبده سامير زهران مساء خير كابتان احمد من مواجهة نظري التي ليس لها قيمة على اطلاق افضل لعب في المباراة هو محمد مجدي افشا كان بيتحرك في كل مكان في الملعب وحط هدف كان السبب في الهدف الثاني تحياتي لك شكرا جزيلا يا عبده طيب معنا حسن احمد اللعب ولحيد الذي لم يخطئ في لمس الكورة او التحركات هو محمود علي ماشي مساء الخير من حمدي عبدالدام مساء الخير وستاذ احمد اعتقد افضل لعب في المباراة كان محمد مجدي افشا كان بيتحرك في كل مكان وكان السبب في الهدف الثاني طيب واضح ان الناس فيه اجمع لانه افشا وكان نجم المباراة النهاردة اشيت برضو الحقيقة بمستطفى الفتحي لانه عندما نزل يعني حسيت انه المنتخب ببتدأ يتحرك فيه كورة بتتلعب يعني حسيت شوية انه لا عمل فرق احب ان اللعيب اللي ينزل احس انه يعني عمل فرق او عمل شكل في المنتخب انا احس ان دايما مستطفى الفتحي انه لعبه كويس ودايما عنده اداء كويس هو يعني عنده معيوب بسيطة هو مرة على مدربين كتير هل مفيش حد من المدربين دي شاف العيوب دي هو اكيد الناس شافتها هل هي اتغيرت مش عارف ما حسيتش انها اتغيرت المسم بتاعه في سموحها كان مسم كويس قوي كنا بنتابع احمد عبدالقادر فكنا بنتفرج على مصطفى فتحي قدم مسم كويس قوي لكن مسم لازال برضو جواه نفس العيوب بتاعت كل مرة فانا بالنسبة لي مصطفى العيب شاطر بس محتاج ان هو يعني لو عالج الجزء ده هيتنقل من مكان ان هو العيب كويس يروح في مكان ان هو العيب صبر في اسماء لم تنضم المنتخب تحت قيادة كيروش تتمنى او تتوقع انها لازم تاخد فرصة في اللي جاي؟ لا انا بس متوقع ان مش متوقع بتمنى ان احمد ياسين ياخد دقائق لعبة اكتر من كده كان اولى الديئة اللي اخدها محمود علاء كان اولى الديئة اللي اخدها محمود علاء في مباراة انجولا ان ادفع بالراجل موهبة عنده حضور عنده امكانيات كويسة اقدم مباراة كبيرة في مواطش الاهلي ومقدم دور كويس لحد دلوقتي مع فريطة البنك فاولى ان الراجل ياخد دقائق لعبة طالما هو الموضوع ان احنا بنجرب يعني احنا ايام بسيطة وهتنطلق بطولة كاس العرب نهاية الشهر ده ان شاء الله 30 نوفمبر يعني نتكلم حزبة اسبوعين من دلوقتي ويبقى عندنا فرصة مرة تانية نرجع نفتح اوراق المنتخب كورة توفيلة منتخب مصر مبروك صدرت المجموعة منتخب مصر يقدر يقدر في امكانه يقدم كورة افضل من كده بكتير وبالتأكيد في امكانه التقاهل لكاس العالم وانا حلمي شخصي اللي اتمنيت وقلت لحضراتكم انه نعود الناس انه الهدف والحلم مش الوصول لكاس العالم الهدف ان احنا نروح كاس العالم نسيب بصمة ونيجي الفكرة مش انك انت توصل فكرة انك توصل وتقدي وتقدم وتلعب ودلل نفسي الحقيقة واللي شايف انه الجيل ده يقدر يعمله ويحققه وان شاء الله باذن الله وان شاء الله نقدر نعمل ده اروح معك لمطش الاهلي هنرجع تاني نفتح ملف الدوري تلقى قوي جدا لاهلي الموسم ده ثلاث مطشوط علامة كاملة غزلة تهديفية ومنهم مواجهات تعتبر من كلاسيكات الكورة المصرية ببقى ليها حساسيات بصرف النظر عن مستوى الاندية اخرهم طبعا ديربي الدوري المصري اهلي وزمالك هنرجع للمقاولين بس فيه متغيرات اولا تعقف طويل بالنسبة للعيبة لمشاركتش دولي ثانيا بالنسبة النادي الاهلي هو غياب عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين مع منتخباته معلول مع تونس بنول مع المغرب بيسيتاو جنوب افريقيا ميكي سوني مين تاني مين تاني مين ما قلتوش ديانج معمالي ديانج معمالي بالظبط جدا اه الخامسة اه الخامسة ده صحيح الخامسة الخامسة الافارق وبالاضافة طبعا اللاعبين اللي بيلعبوا مع منتخب مصر بتتوقع ده ممكن يكون عيب على مستر موسيماني وهو بيحضر لمطش المقاولين بعد بكرة اه انا بالنسبة لي الحالة الوحيدة للمستر موسيماني احتاجي يشتغل عليها هي حالة تاو اه لانتاو خرج من التصفيات بشكل غريب جدا فيمكن بس هي دي ممكن تكون على فكرة الموضوع ما انتهيش خلينا انا برضو شقي بشقي اوسكر انتعرف انه كان فيه اعتراض على حكم المباراة وعلى ضربة الجزائلة حسبت لغانا انا شفت الحاجة حاجة خدمة الكوميديا 되게 حازلية حسب زيها؟ اه وتحسب طبعا وكانت حال الجنوب الافريقي قدم وطالب اعتراض على حكم المباراة وعلى نتيكة المباراة وطالب ان المطش يتعاد اعتقدش طبعا�� مش بتحصل قوي انا بتحصل شغل معنا احنا عارف ان ان هو عيده مطش ومصر وزنبابويك اتفاهم؟ حاجة مش ممكن تحصل حصلت معنا احنا لكن ممكن تحصل تاني اعتقد انه صعب جدا أنت شايف أن تاو نفسياً ممكن يبقى محتاج؟ نعم هو ده بس لأنه كمان واضح أنه موسيماني تأثر نفسياً بالمباراة نزل تويتا بعد المباراة على طول كان بيتكلم فيها على التحكيم وكان بيناقش فيها فكرة أنه التحكيم لازم يتحسن ويبقى أفضل من كده فأعتقد يعني بس أعتقد موسيماني هي قادرة تخطى الموضوع لوحده لكن أعتقد تاو هيحتاج مساعدة من اللعيب أو من الجهاز الفني أنه يتخطى فكرة الخروج من التصفيات والخروج من كاس العالم من تصفيات كاس العالم وعدم السواد لكاس العالم أنا شايف كمان الناد الأهلي يرجع له لعيب مهم قوي محمود متولي هيدي الناد الأهلي فرايتي كويسة قوي الفترة اللي جاية أنا بحب الولد ده جداً ياخد دقيق لعب محمود متولي بالنسبة لي هو أفضل إمكانيات مدافع مصري بكل حاجة يعني جيم انتليجنس استامنا فزيك كل حاجة هو بالنسبة لي يعني هو واحد من المفضلين يعني وأنا أعتقد أن الإمكانيات دي قوالة اللعب الأفضل لكن برضو هن ربنا يحمي بالإصابة بس ربنا يرجعه السلامة حظه وفاري باد لك بس ما عليش يعني ما فيش حاجة ربنا بيعملها ما بيكونش خير إن شاء الله بإذن الله يكون الموسم ده بداية استعدته المستوى والتألق من جديد لكن زين بقول لك كده هل تتوقع أنه شكل الأهلي أو ظهور الأهلي قدام المعاولين يكون فيه تغييرات كتير على الشكل اللي ظهر به في الثلاث ماتشاط الأولانيين لا ما أعتقدش إحنا هنقول نفس الكلام اللي قلنا قبل ماتش الزماني الراجل كان بيدور بمنتهى البساطة على إن فيه ثلاثة العيبة يدخلوا الملعب ما يخرجوش منه دينجيو بنكي الأهلي اللي حلوا مظبوط تصويبه وماتش الزمالك أحلى أسيست في الدنيا كلها عاملت وحمدي في ماتش البنك الأهلي عمل تصويبها كويسة اللاجئات في العرضة صحيح فالأدوار مختلفة تساعد اللعيبة إنها تقدم حاجة أحسن أو تقدم كرة أحسن المقاولين لحد الوقت لسه ملقاش مضلزوا المقاولين إيه بقى؟ تكلمني عن مقاولين شوية المقاولين رجع من فترة الإعداد لعب مباراة سيراميكا كلوباترة انتهت بالتعادل الواحد واحد مقدمش حاجة وكان بقدم طريقة مختلفة كان بيلعب بثلاثة أربعة ثلاثة مفيش شكل بعد المباراة دي أعتقد المباراة تقدري أنه الثلاث ماتشاط اللعيبه من مقاولين مفهموش حاجة شبه بعض يعني كل مباراة لعبها بطريقة مختلفة عن المباراة واضح أن الكابتن عامد إنه حاس رجع من فترة الإعداد هو تقريباً جرب أنا ما شوفتش ماتشاط بصراحة المقاولين ما كانش أصلاً موجود يعني بتتزع فأنا معرفش هو فترة الإعداد مارس فيها إيه بالزبط لكن أنا كان عندي تعليق بسيط على التلات ماتشاط طيب نبص كده ونشرح للناس عشان بقى صوت وصورة طيب ننزل بسلايد الأول ده ماتش الأولاني سيراميكا ماتش سيراميكا كلوباترا نشوف المقاولينه سيراميكا ماتش سيراميكا كلوباترا فرقة المقاولين لعبت بثلاثة أربعة ثلاثة ما قدمتش تقريباً أي حاجة ماتش انتهى بالتعادل واحد واحد كابتن هاسم شعبان عمل ماتش كويس سيراميكا كان قريب جداً من المكسب في المباراة دي لكن كان فيه جود لك كويس بالنسبة لفرقة المقاولين إنها قدرت تشتغل كويس على المباراة إنها تقدر تخرج بالتعادل دي كانت أقصى حاجة ممكن تقدر يحقق فرقة المقاولين كابتن عملنا حاسم اتنقل بقى للماتش الثاني وذهب إلى أمبي أمبي كان جاي من هزيمة أمبي الماتش الثاني الماتش الثاني الماتش الثاني كان ماتش أمبي رجع بقاف ماتش أمبي لعب أربعة ثلاثة واحد تمام فقلنا هنشوف حاجة جاي هاني هنشوف فرق لأنه المقاولين طول الموسم اللي فات بلعب أربعة ثلاثة واحد كابتن عملنا حاسم نفس الطريقة تقريباً نفس اللعيبة ما بتتغيرش بيدخل عدد من اللعيبة في أوقات بايخدوا دقيقة اللعبة أربعة أettنين ثلاثة واحد ماتش الماوادين وانبي خسارة تمام هزيمة من الموادين ثلاثة اتنين هزيمة من آآبي سوري بعدما Move كان قدم نسخة ضعيفة في الماتش الزا في ماتش الزامالك وكان نسخة حقيقي ضعيفة الماتش الثالث كان الجيش الماتش الثالث كان الجيش اللي كان خارج برضو من هزيمة من الزا مالك وكان برضو مقدمش نسخة كوية وهنا بقى كابتن عماد النحاس راح للحاجة تلتة خالص لعبة 4-1-4-1 هنا احنا بنغير الطريقة لتالت مرة فتلت ماتشوت انا احبه عماد النحاس يعني بشوفه راجل بيشتغل بس انك انت تتغير في تلت ماتشوت تلعب بتلت طرق مختلفة تعتبر مجاسفة كبيرة انا بالنسبة لي واحد من الناس الشاطرة جدا في المجال ده كانت لدينا نحاس شاطر وزكي وزكاءه في الملعب اللي كنا بنشوفه ظهر في التدريب بس اعتقد ان هو لازال عنده مشكلة بسيطة ان هو مش عارف مش عارف لقى فرقة المقاولين بعد المسم اللي فات يعني المسم اللي قبل اللي فات عمل مسم حلو قوي وصل لعب كونفيدرالية خرج من الكونفيدرالية بعد خرج من الكونفيدرالية بدأ الكيرف بيعمل كده ووصل اخر الموسم تقريبا لنقطة السفر اسوأ حاجة وصل لفرقة المقاولين مع الكبتين عندي النحاس بداية الموسم ده كنا متوقعين ان رجل اخد فترة اعداد هيقدم حاجة تشبه الموسم الاول لكن ده ما بيحصلش الحد دلوقتي اعتقد هو يعني بيدور في المباراة ممكن التجربة في المباراة الودية بتدي اندكيترس بس مش بيتوصل الاحسن نتيجة الطريقة الاقرب ان نلعب بيها قدامنا دي الاهلي واحدة من ثلاثة دول ولا في المطش الرابع نشوف طريقة رابعة جديدة غالصة لا ما فيش تاني هم دول الثلاثة الموجودين تتوقع الطريقة الارب ان يجب بيها الاهلي الكبتين عمدين نحاس سيبقى عنده نموذج مباراة الاهلي والزمالك والاهلي والاسماعيلي ونموذج مباراة الاهلي والبنك الاهلي تحطيت الزمالك والاسماعيلي لان هم لعبوا الاهلي بنفس الاسلوب جيم مفتوح اه مش بس جيم مفتوح لا احنا بنتكلم كان بيدافع الاهلي بنفس الطريقة ويهاجم الاهلي بنفس الطريقة دول مع بعض والبنك كان بيدافع ويهاجم بطرق مختلفة كده نفهم انه محدش يلعب قدام الاهلي سيزن ده بنفس الطريقة اللي هببيها الاهلي الزمالك والاسماعيلي لانه معناه انه الاهلي يعني هيا نسكور احنا نتمنى ان كل يلعب كده نتمنى ان كل يلعب كده ونتمنى ان الناس تنسى النموذج اللي قدامه كابتن خالد جلال وبالمناسبة الناس كلها طلعت بعد ما ماتش البنك الاهلي الناس انتقلت موسيماني وناس تكلمت بشكل مشكويس على الفرقة وناس قالت كان ماتش متوازن بس فيه نقطة مهمة جدا سريعا يا شريف سريعا فيه نقطة مهمة جدا بالنسبة لي كابتن خالد جلال عمل ماتش كبير جدا 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 عمل جيم شاترانج مع موسيماني تبديلات الاتنين بيبدلوا هما الاتنين وقفين مع بعض على الخط بصراحة كانت مباراة تكتيكية ممتعة جدا فكابتن خالد جلال بالنسبة لي ما أخذتش حقه في الميديا الناس ما تكلمتش عنه كويس الناس ما قريتش الماتش كويس فما شافتش ان الراجل ده قدم حقيقي واحدة من أفضل الماتشات التكتيكية اللي تلعبت في الدور المصري في المسلمين تلاتة اللي فاته ولم يصمد ولن يصمد الاهلي جوبوا الحقيقة السندي مبشر جدا جدا ان شاء الله خلينا نختم بقى لقاءنا بشريف وانجهزنا النهاردة بروفايل كده نقرأ فيه مع حضراتكم أرقام أيمن أشرف أريد تتكلم انت وانجهزنا أرقام أيمن شريف أيمن أنا يعني بالنسبة لي وده رقم يمكن ما بيتحققش في أوروبا مش موجود حتى يعني حتى اللعبة الأوروبية مش بتحقق الرقم ده أيمن أشرف عمل 53 تصرف في اللقاء تصرف ده يعني ممكن تمريرة طويلة تمريرة قصيرة تدخل دفاعي تدخل هجومي أنت تتكلم عرقام متحديدا في مباراة القمة في مرات القمة من الثلاثة بخمسين تصرف اتنين وخمسين صح تمام يعني تقريبا نسبة نسبة دقة تمانية وتسعين في الماء أنا هخليها مئة في الماء أنا هخليها مئة في الماء أنا بالنسبة لي مئة في الماء كل تمريراته صح تمانية وتلاتين تمريرا حتى التمرير الطويلة تصرف ده معناه أنه تدخل دفاعي تدخل هجومي تمرير طويلة تمرير قصيرة يعني أي حاجة بيعملها اللاعب في المباراة هو تصرف أكشن اللاعب ده عمل 53 أكشن 52 صح منهم منهم صح يعني 38 تمريرة كلهم صح تمريرة طويلة صح عمل اثنين تاكلينج اللي اثنين صح استعاد الكورة عشر مرات منهم مرة واحدة بس في نص ملعب ناديس زمالك استحوز على كورة يعني بتبقى كورة حصل مثلا تدخل ما بين اثنين لعيبة المهم الكورة فريق يعني مش معحد هو استعاد ثلاث كورات من الفريق بنتكلم انه تقريبا استعاد 13 كورة ومخسرش الكورة ولا مرة من اللعيبة الرجالة حقيقة ايمن من اللعيبة الكبار من اللعيبة اللي دايما تقدر تعتمد عليه ومنتم تطمن وتحس انك انت سايب وتت في الفرقة كده طبعا كل رعاية الاهل لرجالة بس يعني دايما حتى جمهور نادي الاهل اما بنيجي نتكلم على افضل طهات لعيبة ويبقى ايمن حضر في اختياراتكم الناس ما بتقولش ايمن اعشرف الناس ما سميها ايمن رجولة كل التوفيق لأيمن ورجالة الاهل يكون لها ان شاء الله قدام المقاولين نرجع مرة تانية نستمتع بالاهل في بطولة الدوري وان شاء الله اول لقاءتنا تكون نكون موفقين فيها بشكرك شكرا جزيلا شكرا 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 وانشاء الله حتى نعورتنا واستمتعنا بيك وكل التوفيق بتأكد مرة تانية كل التوفيق اي كلام ممكن نقوله بيبقى فيه يعني انتقادات لمنتخب مصر او تركيز على السلبيات مش هدفه ان احنا نهاجم مستر كيروش بالعكس من اول يوم تم اختيار كيروش فيه احنا قلنا لأول مرة من سنين طويلة بنشوف مدرب عالمي بكل المقاييس واستبشرنا بيه خير ومازلنا مستبشرين به بس محتاجين ان الناس اللي حاوليه تقرب شوية وتحاول تقرب المسافات احنا مش عايزين تدخل في شغله ومش عايزين حد يفرض عليه اختيارات ومش عايزين حد يقوله يعمل ايه لكن عايزين نقرب المسافات لانه احنا بعيد وعندنا شغل كتير منتخب مشواره بيقول احنا محتاجين شغل كتير والوقت مش في صالحنا على اطلاق بشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل بكرة على كل خير ان شاء الله على شاشة الاهلي دايما في السادسة